أزمة كبيرة عملها مواطن مصري في الكويت وكل ده بسبب طمعه وغباءه استولى على شقة في منطقة الجليب بطريقة غريبة بدون ما صاحبها الكويتي ما يعرف واللي عملوا فيها كان أغرب إزاي استولى المصري على شقة كويتي بدون ما يعرف وتأثير ده إيه على العمالة المصرية هناك أنا مريمك دي وكل ده هنعرفه في الفيديو ده كل ما الأمور تستقر وتهدى شوية تطلع حاجة جديدة تباوز الدنيا على العمالة المصرية في الكويت يعني مش كفاء صفاء الهاشمي والنواب الكويتيين اللي مش عايزين خالص عمالة مصرية هناك ييجي الدور على واحد مصري يعمل حركة بكل غباء ممكن تأثر على العمالة المصرية كلها هناك أول مبارح تقريبا أعلنت السلطات الكويتية الأبضى على شخص مصري مقيم في منطقة الجليب الكويتية المصري ده عمل حاجة أعلم بيها على كل الكويتة وحرفيا خلت فيه حساسية بينهم وبين العمالة المصرية المصري ده استولى على شقة غير مسكونة في المنطقة دي اللي مملوكة لمواطن كويتي وفيدل قاعد فيها لشهور والأكتر من كده أنه أجر كام قوضة فيها لمصريين وعمال تانيين كل واحد باليوم يعني لو أنت في الكويت ومش لقي مكان تسكن فيه كنت هتروح لأخينا المصري ده وهو يدبر لك غرفة في الشقة وكأنها بتاعته يعني ويحسبك عليها كمان بالزينار شفتوا البجاحة؟ الواقعة بالزبط وزي ما بتحكيها إدارة التفتيش الكويتية المنزل اللي عليه المشكلة ده كان مؤجر في الأصل لشركة الماء علشان تسكن فيها عمالها وانتهى العقد معاهم قبل ثلاث شهور وبالصدفة المواطن الكويتي كان رايح يشوف شقةه ويتطمن عليها اتفاجئ بأن باب الشقة الرئيسي مفتوح ولما دخل جوه شوية شاف واحد غريب في واحدة من القوض ولما سألوا انت مين؟ قالوا أنا مصري مؤجر القوضة دي من واحد مصري تاني وهنا عارف الكويتي ان اتناصب عليه وكان في واحد مصري بيأجر الشقة باليوم الغريب بقى والمضحك في نفس الوقت ان الكويتي ده لما دخل الشقة لقاها مفروشة بالكامل مما جميعه وهو اللي كان سايبها على السيراميك يعني الشخص المصري ده فرش الشقة وزبطها علشان يعرف يأجرها الغيره شفتوا تصبيت الشغل اهم من الشغل نفسه السؤال هنا دلوقتي هي الحركة دي من الشخص المصري غير المسئول ده هتأثر على باقي العمالة المصرية هناك ولا هيكون ايه وضعهم؟ الحقيقة واللي باقي من كلام الكويتيين على السوشيال ميديا ان الموضوع ده فيه رأيين الرأي الاول ان العلاقة فعلا هتتأثر وربنا يسطرها بقى ودلوقتي كل واحد من الكويتيين دول هيفكر الف مرة من انه يشغل واحد مصري معاه او يأجر له سكن ما هم شافوا مثال سلبي واحد مش هيبقوا مدركين ان ده مجرد مثال مش بينطبك على الكل الرأي التاني بقى ان العلاقة لا هتتأثر ولا اي حاجة وعدد كبير من الكويتيين شافوا ان اللي حصل ده ممكن يحصل من اي حد ومش شرط يكون مصري والشخص المصري اللي نصب على الكويتي في الشقة لا يمثل الا نفسه بس وباقي العمالة المصرية هناك ملهاش زند وما ينفعش يتحطوا في كفة واحدة مع الشخص اللي استولى على الشقة ده لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو وقبل ما نقفل الفيديو انتو ايه رأيكم في العمل المصري ده ويا ريت لو تكتبوا في الكومنتات توضحوا ان مش كل المصريين زيه وبالنسبة للكويتيين اللي بيتابعونا على الصفحة احنا بنوصيكم على العمالة المصرية اللي عندكم احنا كلنا اخوات وبنخاف على بعض